بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصف الثاني عشر متقدم نستكمل معا شرح الوحدة الرابعة المكثفات وحلول أسئلة الاختيارات بالإضافة إلى سؤال ورد في امتحان سابق عن توصيل مكثف مشحون بآخر غير مشحون نبدأ السؤال الأول 4.1 فيها الدائرة الموضحة في الشكل ساعة كل مكثف هي C لكنها 1C الساعة المكافأة لهذه المكثفات الثلاث تساوي طبعا هذا المكثف وهذا المكثف توازي فيكون بـ 2C 2C مع 1C توالي فهنقول 1 على 2 زائد 1 على 1 استسالب 1 فهيكون طبعا الناتج 1 على 2 و1 على 1 لقى 3 على 2 استسالب 1 بالقلب هتكون 2 على 3 طبعا نعيد C فهتكون الجواب هو B 4.2 مكثف متوازي اللحين ساعة C ومساحة لوحين A مع مسافة D عند توصيل المكثف ببطارية توفر فرق جهد V يكون لديه شحنة كيوم أثناء انتبه هنا أثناء توصيل المكثف بالبطارية أي أن الجهد ثابت ماذا حدث؟ تم تقليل المسافة بين اللحين بمقدار الثلث معنى أن المسافة قلت بمقدار الثلث E0A على D هنا التغير أن المسافة قلت إلى الثلث إذن السعة تزداد ثلاثة أضعاف تصبح كم سي تصبح ثلاثة سي عندها سيساوي يريد الشحنة ويريد السعة حصلنا على السعة ثلاثة سي لنحصل الآن على الشحنة من القانون السي تساوي كيو على الدلتا في طبعا لاحظ هنا طالما متصل ببطارية أي أن فرق الجهد ثابت إذا زادت السعة ثلاثة أضعاف فإن الشحنة أيضا تزداد ثلاثة أضعاف وبالتالي تصبح ثلاثة كيو ثلاثة كيو إذن الجواب الصحيح هو الجواب سي السؤال الثالث سؤال الثلاث تنخفض المسافة الفاصلة بين لوحي المكثب بمقدار النصف وتتضاعف مساحة اللوحي ماذا يحدث للسعة؟ اكتب القانون السي تساوي إبسلونوت في A على د ماذا التغير الذي حدث هنا؟ فقط نحسب معاملات التغير هنا المساحة تضاعفت والمسافة قلت إلى النصف أي أن معامل تغير السي هيكون 2 على نصف اللوحة بأربعة فتزداد أربعة أضعاف أربعة فاصلة أربعة أي المكثفات التالية لديه أكبر شحنة؟ طبعا لإيجاد الشحنة الكيو بتساوي سي في الدلتا بي لاحظ أن كل المكثفات هنا مكثف متوازن لحين فالسي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إبسلونوت في A على د ضرب البي طبعا هنا في هذا المثال لا نريد الحال فقط مجرد مقارنة فلن أحول كل المسافات بالمليمتر وكل المساحات بالسطنطيمتر مربع فأنا هجيب الكيو بهذه الأبعاد المتشبهة وبدلالة الإبسلونوتر فبالتالي بالنسبة للإيه؟ تعالوا نحسب الكيو هتساوي A في الدلتا في على الدين A في الدلتا في 10 10 في 10 في 100 على المسافة 200 على 250 سيطلع 50 إبسلونوتر بالنسبة للبي الكيو هتساوي A في 5 في 10 بي 50 50 على 1 بي 50 إبسلونوتر بالنسبة للسي الكيو هتساوي A في 10 10 في 5 في 50 50 على 4 في 12 ونص إبسلونوتر الد الكيو هتساوي المساحة 20 في الجهد 20 في 20 بها 400 400 على 2 فيها المتين إبسلونوتر طبعا لا نريد حساب نريد مقرنة إذن أكبر شحنة هو في الحالة D السؤال الخامس تم توصيل مكثفين متوازيين اللحين كما بالشكل كما ترى هنا توصيل على التوازي تم ملء الفراغ بين لوحي كل مكثف مبدئيا بالهواء أي من التغيرات التالية ستضاعف إجمال كمية الشحنة المخزنة على كل المكثفين طبعا الشحنة الكلية كما تعلم الكو هتساوي سي إي كو في الدلتابي لاحظ هنا أننا لم نغير البطارية في الدلتابي ثاب إذن يجب لزيادة الشحنة إلى الضعف يجب أن تزداد السعة المكفأة إلى الضعف السعة المكفأة في التوازي كما تعلم السي إي كو هتساوي سي ون زائد سي تو هنا طبعا جمع فلزيادة السعة المكفأة للضعف يجب أن يتغير كل سعة إلى الضعف حتى نأخذها عام المشترك وتزداد السعة المكفأة للضعف ف ملء الفراغ بين سي ون بالزجاج ثابت العزل الكهرباء أربعة أي يزداد أربعة أضعاف والسي تو كما هو لا خطأ ب ملء الفراغ بين لوحي سي ون بالتفل ثابت العزل له اثنين يزداد للضعف والسي تو كما هو لا يجب أن يزداد الاثنين للضعف سي ملء الفراغ بين لوحي كل من السي ون والسي تو بالتفل ثابت العزل الكهرباء بمقداره 2 نعم هذه الإجابة الصحيحة أما في أربعة ملء الفراغ بين لوحي كل من السي ون والسي تو بالزجاج ثابت العزل له أربعة السعة ستزيد أربعة أضعاف والشحنة ستزيد أربعة أضعاف ونحن نريد أنها تتضاعف فقط إذن الجواب الصحيح هو الجواب C السؤال الثالث السؤال 6 تم ملء الفراغ بين لوحي المكثف متوازي اللوحين معزول هنا معزول ماذا نعني بمعزول؟ أن الكيو ثابت بلوح من مادة عزلة أدخلت مادة عزلة إذن السي تزداد إذا أزيلت المادة العزلة هنا أزال المادة العزلة فطالما حصل إزالة للماادة العزلة فإن الساعة يحدث لها مادة تقل وبالتالي لو أردنا فرق الجهد السي بتساوي كيو على الدلتبي أنا أزلت المادة العزلة وهو معزول أي أن الكيو ثابت فالسي عقلت وفرق الجهد زاد لحساب يسأل هنا عن الطاقة يمكننا إيجاد الطاقة من أحد القانونين إما نص كيو دلتا في ودائما حتى تحل مسائل النسب اختار قانون فيه متغيرين فقط وهنا أيضا أن الكيو ثابت فنختار كيو تربيع على 2 سي طبعا لو استخدمنا القانون الأول الكيو ثابت الدلتا في زاد فإن الطاقة تزداد أو القانون الثاني الكيو ثابت السي قلت فإن اليو تزداد إذا أردت استخدام القانون الثالث للطاقة اليو بتساوي نص سي دلتا في تربيع تلاحظ السي تغيرت والجوه تغير فهنا يحصل لبس عندك في الموضوع فدائما اختار قانون فيه متغيرين والتالي يكون ثابت فإذا نجد أن إزالة المادة العازلة في المكثف المعزول تزداد الطاقة المخزنة في المكثف السؤال سبعة أي مما يلي يتناسب طرديا مع سعة المكثف متوازن لحين كما تعلم سعة المكثف لا تعتمد على الشحنة ولا تعتمد على فرق الجهر تتناسب طرديا مع مساحة كل لوح وعكسيا مع المسافة الفاصلة بينهم إذن يكون الجواب دي السؤال ثمانية أدخل عازل كهربائي ذو ثابت عازل كهربائي كابا بتساوي أربعة في مكثف متوازن لحين فيملأ ثلث الحجم أي أن هذا المكثف انقسم إلى ثلاثة أقسام إذا كانت سعة المكثف من دون عازل سي فهنا لما قسمه إلى ثلاثة أقسام هنا هيكون سي على ثلاث وهنا هيكون أيضا سي على ثلاث ولكن اللي في الوسط هيكون كابا في السي على ثلاث هذه المكثفات كما اتفقنا بتكون توازن فليجاب السي إي كيو بنجمع سي على ثلاث زاد الكابا اللي هي أربعة سي على ثلاث زاد سي على ثلاث ثلاثة هنا عام المشترك وهنا واحد وهنا واحد واحد وواحد واربعة ستة سي فالناتج يكون اثنين سي جواب السي السؤال تسعة مكثف متوازن لحين موصل ببطارية للشحر وبعد مرور بعض الوقت بينما لا تزال البطارية موصلة بالمكثف ماذا نعني أن البطارية موصلة بالمكثف أن الدلتا في ثابت تضاعفت المسافة معنى أن المسافة تضاعفت من هذا القانون طالما المسافة زادت للضعف إذن السعة تقل إلى النص فهنا السي تقل للنص هنا يسأل عن ماذا أي العبارات التالية صحيحة مباشرة حتى نساهل عن نفسنا الحال نحسب مباشرة أيضا فرق الجوه طالما عند السي آسف الشحن السي وهنا كيو وهنا الدلتا في هنا لاحظ الدلتا في ثابت السعة أقل للنص فإن الشحن أيضا تقل إلى النص تعالوا نأخذ العبارات عبارة عبارة أول عبارة ينخفض المجال الكهرباء إلى النص تعالوا معا الإي بتساوي دلتا دلتا على دلتا لاحظ الإي يعتمد على الدلتا في ثابت والمسافة زادت إلى الضعف فإن المجال ماذا يحدث له يقل إلى النص فالعبارة الأولى صحيحة العبارة الثانية هل ينخفض فرق الجهد إلى النص لا طالما منتصل ببطارية إذن ثابت هل تتضاعف السعة لا السعة تقل إلى النص هل لا يتغير فرق الجهد عبر اللحين نعم لا يتغير فرق الجهد عبر اللحين هل لا تتغير الشحنة على اللحين نعم هنا لا الشحنة تغيرت قلت إلى النص فإذن يكون العبارة الصحيحة هي A و D السؤال عشرة ارجع إلى الشكل وحدد أي المعادلات التالية صحيحة افترض أن كل المكثفات لديها سعات مختلفة فرق الجهد C1 هو V1 وفرق الجهد C2 V2 وفرق الجهد C3 هو V3 وهكذا وكذلك الشحنة هنا لاحظ عندما نتحرك من البطارية تجد أن C3 والC4 توازي فتجد أن V3 هو نفس V4 وأيضا C1 والC2 توازي فإن V1 هتساوي V2 الشحنة تتوزع ما بين 4 و 3 ثم تتوزع أيضا ما بين 4 و 1 أول شيء هل Q1 و Q3 شحنة متساوية؟ طبعا هنا فرعين مختلفين وساعات مختلفة وممكن يكون ممكن احتمال يكون أو احتمال يكون لا على حسب توزيع فرق الجهد ولكن لا هنا هل هل V1 زائد V2 يعطينا هنا جهد البطارية موزع على جزئه الجزئ الأول في V1 أو V2 والجزئ الثاني في V3 أو V4 يعني العبارة الصحية للجهد أن نقول جزء من التوازي فقط نأخذ جزء من التوازي يعني نقول V1 زائد V3 أو V1 زائد V4 أو V2 زائد V3 أو V2 زائد V4 فالجهد موزع على جزئ فهذه العبارة أيضا خطئة هل Q1 زائد Q2 تساوي Q3 زائد Q4 طبعا الشحنة الكلية توزعت بين 1 و2 ثم توزعت بين Q3 و4 إذن هذه العبارة صحيحة هل V1 زائد V2 جمعهم يساوي V3 زائد V4 طبعا هنا الجهد متساوي فلو جمعناهم يعني تخيل هنا ده خمسة وده خمسة وجمعنا ده خمسة وخمسة طبعا لا يشترط أنهم يكون متساويين فالعبارة خاطئ هل V1 زائد V3 ذكرناه هنا 1 زائد V3 نعم العبارة صحيحة إذن تكون العبارة الصحيحة لدينا هي العبارة C و E السؤال التالي لديك عدد إن من المكثفات المتماثلة لديها السعة C متصل على التوازل طالما متصل على التوازل ومتماثلة كما ذكرنا سابقا نستخدم القانون C على N أما إذا كانت على التوازل ومتماثلة نستخدم القانون N في C سؤال 13 عندما يوضع عازل كهربائي بين هنا وضعنا عازل ماذا نعني بوضع عازل أن C تزداد مباشرة سواء مشحو مبتصل ببطارية أو معزول عن البطارية هنا الحالة مكثف معزول معنى مكثف معزول أي أن Q ثابتة فطالما C زادت والQ ثابتة لنعوض في هذا القانون سواء زادت ونعوض الQ ثابتة إذن فرق الجهد يقل ولكن هنا يسأل عن ماذا عن المجال وأنت تعلم أن المجال في مثلا كمثال المكثب متوازن لحين E بتساوي delta V على D هنا لم نغير المسافة ولكن الجهد قل فإذن المجال هنا يقل فيكون العبارة الصحيحة هي B السؤال 14 يتم شحن مكثب متوازن لحين مزود بعازل كهرباء يملأ الحجم بين لوحيه الشحنة الشحنة تكون مخزنة هل على اللحين ولا على العازل ولا على اللحين والعازل أساس المكثب أن الشحنة تكون مخزنة على اللحين فكرة العازل نوع ويعزل اللحين عن بعض فإذن العبارة الصحيحة هي سؤال آخر مكثب متوازن اللحين يملأ الفراغ الحيز بين لوحيه ببطارية فرق جهدها فيه شحنة كل من اللوحيه بشحنة Q وكانت الطاقة المختزنة هي U عند وضع مادة ثابت عادليتها كابا 3 فإن إلا يحصل للسعة السعة تصبح 3 سابت هنا المكثب ما حالته هذا المكثب متصل ببطارية فإذن الدلتا B ثابت ليه نحسب من القانون السي بتساوي Q على الدلتا B هنا في هذه الحالة الدلتا B ثابت ولكن السعة زادت 3 أضعاف إذن الك تزداد 3 أضعاف إذن لدينا 3 ك لأن في البداية كانت ك الطاقة يمكنك استخدام قانون الطاقة إما U بتساوي كما اتفقنا استخدم قانون فيه ثابت الثابت هنا دلتا B فممكن نستخدم نستخدم نص Q دلتا B وممكن نستخدم نص C دلتا B في كلا القانونين تجد أن الدلتا B ثابت ولكن في القانون اللي على اليسار القيو زادت 3 أضعاف إذن U تزداد 3 أضعاف أو القانون اللي على اليمين C زادت 3 أضعاف إذن U تزداد 3 أضعاف إذن الجواب الصحيح يزداد 3 أضعاف اللي هو الجواب الثالث مثال في هذا المثال تم توصيل مكسف مشحون بمكسف آخر غير مشحون هنا في هذا المثال دائما نعمل على مبدأين مهمين المبدأ الأول حفظ الشحنة الشحنة محفوظة ماذا نعني بالشحنة المحفوظة أي أن Q total قبل التوصيل ويساوي Q total بعد التوصيل والمبدأ الثاني أن بعد التلامس بعد التوصيل delta V1 تساوي delta V2 هذا الكلام بعد التوصيل تعالوا مباشرة نحل ببساطة جدا السؤال يقول لي في الدائرة الكهربية المكسف C1 مشحون وفرق الجهد بين لوحيه 6 ساعة ساعته 12 يمكن يجاد Q1 فالQ1 هتساوي 6 ضرب 12 هتساوي 72 ميكرو فارد المكسف الآخر غير مشحون إذن Q total هذا قبل التلامس Q total هتساوي 72 زائد 0 هتساوي 72 ميكرو فارد كلام هذا قبل التلامس طب بعد التلامس عند غلق المفتاح أي بعد التوصيل هنا بعد التوصيل بعد التوصيل أصبح فرق الجهد C1 أربعة فولت كما اتفقنا بعد التوصيل دلتا V1 هيساوي دلتا V2 هيساوي أربعة فولت يمكننا الآن لدينا C طبعا C لم تتغير ولدينا الجهد يمكننا حساب Q1 فالQ1 هتساوي C1 في V1 الجديدة بعد التوصيل اللي هي C 12 ضرب أربعة هتساوي 48 ميكرو كل ولكن الشحنة الكلية كانت كم الشحنة الكلية كانت 72 بعد التلابس أو بعد التوصيل الـ Q1 أخذ 48 إذن كم تكون شحنة الـ Q2 بعد التوصيل الـ Q2 هتساوي 72 ناقص 48 فهتساوي 24 ميكرو ماذا يريد يريد حساب C2 C2 بتساوي Q2 على دلتا بيتو قبل التوصيل كان غير مشحول لا أستطيع حساب السعر بعد التوصيل شحنته 24 وجهده 4 فيكون 6 طبعا لم نحول فيكون 6 ميكرو فارغ أو يمكنك الحل بطريقة أخرى نقول نفس الطريقة تقريبا ولكن ترتب يضيق الـ Q توتل تساوي Q1 زائد Q2 Q1 كانت 6 في 12 زائد 72 ميكرو أيضا تصبح كما هي Q توتل هتساوي بعد التلامس هتساوي Q1 زائد Q2 ولكن Q1 يمكن حص فيها ووضع C1 في V1 وQ2 C2 في V2 هذا الكلام بعد التوصف Q2 توتل لن تتغير هتظل كما هي 72 C1 اللي V أخذناها عام المشترك 4 C1 في 12 يمكننا حساب C2 من هذه المعادلة تكون نفس الناتج 6 ميكرو فارغ شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته